بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنب دائماً دائماً من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمني رب العالمين السلام علي الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام على سيده أبا عبد الله يوم ولدته ويوم عجت في هذه الدنيا الدنيا ويوم ان لدت مرادك يوم ان لدت الشهادة ولدت حق أن بственный رفيق العلا في علا علي طبعا أخواني قضية الحق والباطل هي قضية منذ الخلق أبونا آدم لهذه اللحظة قضية الحق والباطل وقضية الصراع بينهما طبعا الوعد الإلهي رغم كل الآلام التي يمر بها أصحاب الحق ورغم كل الآلام التي يمرون بها لكن هناك ورغم كل التضحيات لكن هناك وعد إلهي بأن النصر يكون لأهل الحق في الواقع إمام الحسين عليه السلام من أول الدروس طبعا دروس عاشرة وكما أسلف سابقا قبل لا أتحدى عاشرة وراجع الدين العظام وراجع الدين والله أحفظهم وقدس صلاة الماضين وقدس نفاس المعاصرين يحثون دائما هناك حث دائما على ضرورة دراسة حياة الأمة عليهم أبوه الصلاة والسلام من قبلنا لنتعلم كيف نتعامل مع الحياة والظروف الحياة التي تمر بنا وهذا مهم جدا طبعا إمام الحسين عليه السلام وما اتصف به جده النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ما اتصف به أبوه صلى الله عليه وما اتصف به أخوه هو الثبات على طريق القوين ماذا أقصد بذلك؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لما نكر آلهة قريش وأبطلها بقول لا إله إلا الله كان هناك الأصنام كانت عند الكعبة المعظمة فوجة تبرز شخصية وهي شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى عبادة الواحد الأحد هذا في الواقع صدمهم فجاءوا لعمه وطالب وقالوا ما الذي يعني ما الذي يريده ابن أخيك؟ إذا حدثنا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم طبعا لا ننسى من كلامنا عن الثبات ما الذي يريده ابن أخيك؟ إشارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هل يريد مالا؟ اغططعنا من أموالنا وجعلنا أكثرنا مالا؟ يريد أن يسود علينا جعلناه سيدا علينا من الذي يريده محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهم تصوروا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يريد الآخرة بالدنيا بمعنى شنو أن الدنيا هي الوسيلة لوصول إلى هذا الله والآخرة فكان في الواقع لديهم توهم كبير وعظيم فلما أبو طالب أخبر ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم بعرض قريش قال يا عم تفتوا لكلام النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يا عم والله لوضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن نترك هذا الأمر ما تركته ما تركته أو أهلك دونه بقى ثبات على هذا الأمر لابد من الدعوة لابد من إشاعة الإسلام والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى طاعة الواحد الأحد نفس الأمر طبعا هناك مواقف كثيرة هذا كلام عن الثبات أيضا هناك مواقف مع إمامنا علي بن ابطالب عليه السلام أحد الأشخاص لعله كان مقرب من إمامنا أو مقرب أو في زمن إمامنا وكان لعله هذا شاعر معروف يعني تناول الخمر فإمامنا قال لابد من أن نقيم عليه الحد لابد من أن نقيم عليه الحد جاءوا لإمامنا وقالوا هذا شاعر وصحيف إعلامية ويعني هل لا عفوت عن إمامنا أطفال؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم أتريدون أن أطلب النصر بالجور؟ لا يكون ذلك أبدا هذا واحدا مواقف الموقف موقف إمامنا الحسن عليه السلام عندما كان هناك ثبات بطاعة أبيه علي بن ابطالب عليه السلام والقتال بين يديه أيضا كان وبعدما نهض أولاك القوم ونكثوا عهدهم مع إمامنا علي بن ابطالب عليه السلام وخرجوا في البصرة إمامنا علي بن ابطالب عليه السلام أرسل إمامنا الحسن عليه السلام للكوفة ثم إن إمامنا الحسن عليه السلام دعاها الكوفة إلى المسجد وعبائهم وفعلا هناك آلاف مؤلفة خرجت مع إمامنا تأييدا ووقفا بوجه ولكن ناكفين لعهد إمامنا علي بن ابطالب عليه السلام بالخلاف الشرعية أنا هناك ثبات يعني إمام الحسن عليه السلام كان لديه أنا طبعا سبق ونقلت أننا نتكلم بموضوعية يعني أنا ذا رد نقول كما معصوم مصوب ماء في الماء لكن نقول سابقا متنوا عليهم أبطالب عليه الصلاة والسلام أمروا بين التعامل مع الأمر بصورة يعني ظاهرية لا بصورة الواقعية يتعامل مع الواقع بصورة علمية فلذلك كان ثبات إمام الحسن عليه السلام واضحة جدا في عهد أبيه وطبعا أيضا حدث ما حدث وآلة إخلافه إلى إمام الحسن عليه السلام مدة ستة أشهر ثم حدثت الصلح مع معاوية لأسباب كثيرة ولي حيثيات رأى إمام الحسن لا بد أن يحصل هذا فما أريد قوله هناك شخصية حقيقة نحن في الواقع أن نتناول الشخصيات ثم ننصل إلى ما يتعلق بإمام الحسن عليه السلام والفاجة عليهم التي توقعت عليه أن مسلم رضوان الله عليه أرسله حديث عن الثبات أرسله إلى الكوفة ثم من ضمن الكلام الذي قال لأهل الكوفة يعني أرسلت لكم ثقة هي أبن عمي الإمام الحسن يتحدث عن مسلم رضوان الله عليه أنا في الواقع أريد أن نقف على نقطتين بشخصية بهذه الشخصية التي هي الشخصية عظيمة وشخصية حقيقة أبرزت هذا الولاء الكبير والمنقطع النظير لإمام زمانه ابن عمي الحسن عليه السلام على نقطتين النقطة الأولى شخصية مسلم رضوان الله عليه شخصية مسلم العقيل رضوان الله عليه بحيث أن العلماء الأجل في علم العقل يقولون إذا تريد أن تطلع على شخصية المرسل فبحث عن المرسل أي شخصية طوات عليها مسلم رضوان الله عليه بحيث يكون رسول إمام زماني الحسين عليه السلام بحيث يبلغ أهل الكوفة ما أراده إمام الحسين عليه السلام أي شخصية هذه أي شخصية عظيمة من الولاء ومن الطاعة الحسين عليه السلام بحيث يعتمد الحسين لأهل الكوفة واضح هذا الكلام كما يقول العلماء الأجل إذا ردت أن تطلع على شخصية المرسل فبحث عن الرسول من بعثه وإمامنا إمام الحسين عليه السلام إمام زماني بعثه مسلم النقطة الثانية وإذا نقف على ثبات مسلم مسلم والظروف التي حاطت به في الواقع كانت كلها يعني تلجئه للإستسلام حاشا ذلك ولكن نجد هذا الرجل هذا الشجاع هذا الكل تتفنى في ذات الله وقفه بوجه القوم بحيث أن محمد من الأشعث على رأس خمسمائة من الرجال أرسله عبيد الله بن زياد نجده أنه يقف عاجزا أزاء شخصية مسلم وشجاعة مسلم ويطلب من عبيد الله بن زياد المدد وهو شخص واحد مسلم السلام الله عليه ذلك أخواني مسلم هذا الثبات عظيم حقيقة كلما وقفنا وتأمننا بشخصية مسلم أكرم مرة ثانية كل الظروف التي حاطت كانت تلجئ أي شخص للإستسلام ولكنه وقف هذا البطل الهاشمي وقف وقفة كبيرة وعظيمة جدا بأولاك الذين خرجوا على إمام الحسين عليه السلام ودعوا إلى الطاعة والولاء ليزيد عليه العون الله نجد أنه مسلم للأضوان الله عليه ولآخر اللحظات ولآخر اللحظات نجده هو كتلة من الولاء والطاعة لإمام زمانه الحسين عليه السلام وبعد ذلك سبحان الله نال الشهادة وهنيئا له الشهادة التي نالها فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا يعني من هذا المقام أن يجعلنا من أولئك الذين يسيرون بهدى أمتنا عليهم أبو ظل صلاة والسلام أنا في الواقع عندي بهذه اللحظات الأخيرة بالدقاء الأخيرة ربطا مع الثبات الذي ذكرته والدروس أو هذا الدرس الذي استقيناه من عاشرة أن علماء الأجل الله علماء الأجل الله وبعد صغوط النظام السابق أنه كانت هناك لديهم لقاءات مع يعني مقلديهم مقلديهم عفوا وكانت هناك دعوة للتمييز وهذا كانت مهمة جدا في أول عام 2003 هناك دعوة عفوا في عام 2003 ولقاءاتهم مع مقلديهم دعوة للتمييز بأن ميزوا وحقيقة كان مهمة جدا هذا النصح من مراجع مهم جدا من أي باب من باب أنه يعني وصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياس وعلى أولاد لأبي ذر الغفاري أنه يا عمر ويا أبا ذر لو سلك الناس واد وسلك عني واد آخر فسلكوا الوادي الذي سلكه عليه فعلا إشارة إلى لابد لنا أن نميز أخواني حتى تكون مواقفنا ثابتة ومطمئنين بعقائدنا بأهل البيت ومن يمثل أهل البيت ومن يصدى لي بث أحكام وشرع وعقاد أهل البيت الحق نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون من أولئك الذين يكونوا من الثابتين على طريق الولاء له البيت عليه موضوع صلاته والسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الأليمة أن يرزقنا زيارة إمامنا الحسين عليه السلام ويرزقنا شفاعته في الآخرة أنه ولي توفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلي محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة